أهلا بحضراتكم من جديد والحديث بشكل مفصل بقى وأكتر عن استعداد الأهلي لمباراة الجنة وأبرز الأخبار من تدريب الأهلي في ملعب مختار التيتش والتمرين انتهى منذ لحظات قليلة والفريب يستعد للدخول في معسكر مغلق لذلك أزعى مباشرة إلى ملعب مختار التيتش بجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي بالتأكيد حاضر المراني النهاردة وعنده تفاصيل ومعلومات مهمة جدا في أكتر من ملف فاروق أولا برحب بك على شاشة قناة الأهلي كل التحية لك محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان قبل ما أدخل في أي تفاصيل أنت موجود في قلب الحدث وقريب من الجهاز الفني والكابتن سيد وبيت سمسيماني آخر أخبار أكرم توفيق ومدى عودته إن شاء الله خلال الفترة القادمة ويجراء الأشعة مجددا لي لما يرجع القاهرة بإذن الله بالفعل يا محمد خلينا أقولك أن في حالة من الحزن بتسيطر على الجهاز الفني واللعبين نظرا بعد علمهم بخروج الأشعة بثبوت صابت أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لكن عشان نقرب للتفاصيل ونقرب الجمهور برضو يا محمد أحطك في الصورة أحط مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في الصورة طبعا كل الأمور اللي أسيرت أمس كان كلها تشخيص مبدئي لكن أكرم توفيق تم إجراء الإشعة لي اليوم كان في تمام الساعة الثانية ظهرا تم إرسال الإشعة للنادي الأهلي تقدر تقولي يعني برضو يا محمد الإمكانيات هناك برضو ضعيفة يعني إمكانيات موجودة في الكاميرون إمكانيات ضعيفة جدا الجودة الإشعة مش بالصورة المطلوبة لكن يعني في الإشعة تقدر تقولي أنه قطع في الرباط الصليبي الأمامي لكن من المنتظر إن شاء الله يعني النادي الأهلي بيقوم بالتنسيق لي عودة أكرم توفيق إن شاء الله يكون يوم السبت المقبل بمشيئة الله يكون موجود في القاهرة لإجراء بعض طبعا الفحوصات والوقوف على كافة التفاصيل طبعا فيه أمور كتير جدا عايزة تطم من خلالها إيه الجهاز الفني للنادي الأهلي وجهاز الطب بقيادة الدكتور رحمد أبو عبلا الغضاريف الأربطة الخاصة بالبرجبة لكن محمد برضو يعني عشان أكون دقيق جدا في كلامي معك الجودة بتاعة الإشعة هناك مش بالصورة المطلوبة أنت عارف طبعا محمد سبق ليك أن أنت تواجدت في الكامل وبالتحديد في جروة وعارف الإمكانية والإمكانات الصعبة جدا هناك لكن كل الأمور في الإشعة إن فيه قطع ده المؤكد في الإشعة وفيه قطع فيه الرباط الصليبي الأمامي طبعا الإجراءات النادي الأهلي كابتان ساد عب حفيزي لكافة الأمور التنسيقية لعودة أكرم توفيق إن شاء الله يكون يوم السبت المقبل يعني لحالة الحزن زي ما قلنا على الجهاز الفني على اللعبين لكن إن شاء الله يعني أكرم لأ واحد من العيبة الرجالة وإن شاء الله يعود أقوى من الأول وقدر الله ما شاء فعل أيضا طمنا على بدر بنونو وكل الأمور الخاصة بدر بنونو وعودته أيضا للقاهرة طمنا برضو من خلال الدكتور أحمد أبو عبلا على اللعبين اللي كان بالأمس تم إجراء مسحة اللعبين وتم ثبوت المسحة السلبية قبل أن نروح لمسحة كورونا إننا دلوقتي بتأكد أن أكرم توفيق هيعود للقاهرة إن شاء الله يوم السبت المقبل هل تحدد موعد عودة بدر بنونو أيضا ولا لسه المعاد تحديدا ما تمش الاتفاق عليه غالبا يا محمد هيبقى في نفس التوقيت يوم السبت المقبل أيضا مع أكرم توفيق كلها أمور التنسيقية دلوقتي بيتم لعودة اللعبين إن شاء الله يوم السبت المقبل طبعا الدكتور أحمد أبو عبلا بيتابع مع طبيب المتخب المغربي أيضا كافة التفاصيل والبرنامج اللي ماشي عليه للعب بدر بنون لكن تقدر طولي محمد إن شاء الله بدر مع أكرم توفيق إن شاء الله يعود للقاهرة يوم السبت المقبل بإذن الله طيب قبل ما أروح لمسحة كورونا دكتور أحمد أبو عبلا عنده وصف معين لموضوع بدر بنون ولا هو برضو منتظر يجل الفحوصات الطبية الدقيقة الفترة اللي جاية عشان أنا عارف إن فيه تساولات كثيرة لكن مهم جدا نستنى نتيجة الفحوصات الفترة الجاية على أمل نطمئن على صحة اللعب وأيضا كمان إمكانية لحاقه بكاس العالم الأندية يعني برضو محمد هأكد عليك يعني نقطة في غاية الأهمية لكن خلينا أكد عليك إن فعلا الإمكانيات هناك محمد ضعيفة جدا يعني الإمكانيات مش قادرة تساعد سواء الجهاز الطبي هناك للمنتخب المصري أو الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لتحديد كافة الأمور لكن الدكتور رحمد أبو عبلا قال في انتظار قدوم اللاعبين لإجراء بقى الفحوصات الأشعة الخاصة ببدر بنون وأكرم توفيق لتحديد فترة الغياب بفترة الأمور أيضا الأمور اللي بتتم الأكرم توفيق التجهيز لإجراء العملية الجراحية كلها أمور نادي الآله يعني بدأ في الخطوات الإجراءات الخاصة بأكرم توفيق لكن أيضا في انتظار إجراء المزيد من الأشعة الإجراء من المزيد من الفحوصات زي اللي أني وضحت لك يا محمد أنت عارف أن المكان بيبقى فيه يعني لا قدر الله ممكن يبقى فيه إصابة في الغضاري في الأربطة لا وكمان يا محمد مكان الإصابة يعني أنت بتنتظر هل الروباط الصليبي الأمامي هل قدر الله فيه حاجة في الغضاري في الأمور دي كلها الأمور دي يا محمد ما تتضحش فيه الإشعة اللي وصلت من الكاميرون لكن التشخيص أو أظهرته الإشعة هو قطع فيه الروباط الصليبي الأمامي لأكرم توفيق طيب مسحة الكورونا وتفاصيل بقى عودة الخماسي خلال الساعات القادمة لو عندك جديد يا فاروق بالأمس يا محمد كان الجهاز الطبي أجرى المسحة للعبين وتم يعني ثبوت سلبية مسحة جميع اللعبين يعني عودة أكر اللعب أحمد نبيل أحمد نبيل كوكا طير محمد طير وأيضا اللعب رامي ربيعة طبعا مستر بيتسو مسماني فضل أن هو يريح اللعبين ويد اللعبين مزيد من الراحة النهاردة يعني أيضا المجموعة الموجودة في المران طم إجراء مسحة لها وبالأمس أيضا ظهرت المسحة السلبية للعبين لكن هيبقى فيه أكتر من 12 أو 13 لعبة محمد هتشهدوا مقايمة النادي الآلي من قطاع الناشئين هيكونوا موجودين في مباراة الجونة غدا بمشية اللعبة اللي هتقام على أستاذ الآليوية السلام في تمام الساعة الثانية والنصف قدر أقول لك النهاردة يعني تقدر تقول من اللعبة القبار في النادي الآلي موجود طبعا على لطفي مصطفى شبير حمز علاء وليد سليمان كريم فؤاد محمد محمد هاني محمود وحيد محمد محمود حسام حسن صلاح صلاح محسن تقدر تقول 11 لعب من القوام الأساسي للنادي الآلي أو اللعبة للكبار يعني هيبقى موجود في القائمة أكثر من 13 لعب ما بين لعبي 2003 ولعبي 2001 نهاردة شوفنا مجموعة من لعبين وأعتقد محمد بالنسبة كبيرة جدا عدد كبير من الناشئ النادي الآلي هيكون فيه التشكيل الأساسي أو القوام الأساسي لفريق النادي الآلي غدا في مواجهة فريق الجونة مصطر بيتسو مسماني كلم مع اللعبين ووضح اللعبين النيدي فرصة على اللعبين أن هما يستغلوا الفرصة ويستغلوا مشاركة النادي الآلي في كأس الربطة اللي أعتقد بنسبة كبيرة محمد طبقا اللي احنا بنشوفه والأمور اللي بتدار أن الأهل هيدي بنسبة كبيرة جدا فرصة كبيرة جدا للناشئ النادي الآلي خلال مبارات هذه المسابقة أو منافسات كأس الرابطة مجموعة من اللعبات المميزة محمد فقطها الناشئين يعني النهاردة تقدر تقول يا محمد لو أستعرضهم معك يعني فيه مصطفى مخلوف ده حارس 2003 فيه عبدالجواد عبدالرحمن 2003 يوسف شريف ورقفة خليل ومصطفى أبو الخير لعيبة 2003 أيضا أحمد محمد شرية 2003 محمد أشرف 2001 أحمد أشرف 2001 أحمد سيد غريب 2001 محمد ياسر 2001 أحمد سيد عبدالنبي 2001 محمد مغربي واحد من اللعبة اللي بنسبة كبيرة جدا يبقى من العناصر أساسية في التشكيل إن شاء الله كلها أمور مصر بيتس ومسلماني يشتغل معهم مع اللعبين الأمور اللي تعارف بقى الجمل التكتيكية بعض الكرات الثبتة معظم اللعبة النهاردة اللعبة الناشئين بتحاول تثبت تستغل الفرصة وتقدم نفسها البستر بيتس ومسلماني إن شاء الله خلال دقائق طبعا يتم إعلان القائمة للنادري اللي أعتقد يا محمد هي مش هتخرج عن الأسماء اللي احنا طرحناها سواء من اللعبة القدومة في فريق النادري أو اللعبين للناشئين ثم هتوجه الفريق في أحد الفنادق في المبيت السعدادة لمباراة الجونة إن شاء الله لتكون على استادر أهلي ويقى السلام في تمام الساعة الثانية والنصف بإذن الله كالعادة يا فاروق كل الجديد معاك وكل الأخبار الجديدة بنعرفها منك من خلال وجودك في تدريب الأهلي في ملعب مختار التيتش بالجزيرة كل التوفيق والشكر لك بالتأكيد شكرا زميل عزيزة فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي كان موجود في ملعب التيتش ودينا تفاصيل مهمة جدا بخصوص الاستعداد لمباراة الغد طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في أداة المنتخب بما من نيجيريا ومن يتحمل الخسارة نروح لأول تعليق معايا أحمد سعيد الحلواني بيقول مساء الخير يا كابتن محمد مساء الخير يا أستاذ أحمد بيقول من وجهة نظري السبب هو الكيروش إزاي محمد صلاح مهاجم ومصطفى محمد وينج تريزي جيه لعب وسط ومحمد عبد المنعم مش باك كفاية اللعبة مش عارفين هي بتعمل إيه في الملعب ده مش مستوى منتخب حاصل على البطولة سبع مرات حقيقي الجيل الزهبي لا يتعوض يا كابتن محمد المشكلة مش في اللعبة بس الجهاز الفني وكارلوس كيروش تحديدا مش فاهمين إزاي بيشتغل بالشكل ده نجلاء فتحي بتقول أسوأ أداء شفتوا للمنتخب من أول مشجعت كورة اللاعبين مش في مراكزهم ولا في خطة ولا تاكتيك واللعبة كانت تايها لولا الشناوي كانت هتبقى هزيمة مزلة معاك حق فعلا يا أستاذ النجلاء يعني النتيجة الطبيعية نقدر نقول 3-0 أو 4-0 المنتخب الناجيري شاكر محمد بيقول توظيف خاطئ لللاعبين من كارلوس كيروش أكثر من لاعب مش مرتاح في مركزه المختلف تبديلات خاطئة في توقيتات خاطئة كان عنده بودلاء أفضل وينزلوا من بدري خاطئة بقاء مرموش الغير موفق ده جزء مهم طبعا وخروج مصطفى محمد المهاجم من ترجط بالتأكيد كان مهاجم ورأس حربة مهم جدا أن يكون في هذه المباراة يعني تخيل أنت أول منزل زيزو طلع مصطفى محمد ده معظم أهداف مصطفى محمد لما كان في الزمالك كانت 99% من عرضيات أحمد سيد زيزو طيب فادي بيقول مساء الفل عليك أتوقع خطأ في التشكيلة والمدرب يتحمل الخسارة وتحياتي ليك يا أصوصفادي وتحياتي لكل الناس اللي شاركوا معنا في الإجابة على السؤال كل الأراء منطقية وموضوعية وجمهور المصري يعني جمهور فاهم ووعي وعارف القرى كويس جدا بالطبع النتيجة كانت غير طبيعية لكن نتمنى توفيق الفترة القادمة بإذن الله إلى هنا بنصل في ختام هذه الحلقة من برنامج الترند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء